تمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد فعالياته على أرض مملكة البحرين ويستعد لدخول إسبوعه الثالث والأخير ولم يكتسب التمرين أهميته فقط من توقيته وحجمه وجدواه وإنما اكتسب معالمه بجملة من العناصر الفارقة التي جعلته متفردا عدة وعتادا إذ تنوعت آليات وكوادر القوات الأمنية المشاركة في فعاليات التمرين ومراحله منذ بداية التمرين وجدنا هناك تعاون وانسجام وتنسيق فيما بين القوات الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين وذلك للخروج بالفائدة المرجوة من هذا التمرين وهي صد أي محاولة عدوان أو تهديد يهدد أمن الخليج ورسالة التمرين واضحة خليجنا واحد ووطننا واحد إحنا التنسيق معانا دائم بيننا وبين جميع دول المجلس التعاون وإحنا في دول المجلس التعاون وكلنا دولة واحدة ومثل هذه التمرين تزيد عندنا من سرعة تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية زادها كفاءة ذلك الاندماج الحاصل بين كافة التخصصات ورفع الجاهزية الأمنية وتعزيز التعاون لمواجهة الأزمات فبالإضافة إلى القوات المعنية بحماية الحدود البرية هناك فرضيات قائمة على مستوى الحدود البحرية حيث نفذت تدريبات بحرية وتكتيكات أمنية متنوعة استخدمت فيها قطع بحرية مختلفة منها الزوارق متعددة المهام والمواصفات بعيدة ومتوسطة المدى وكذلك زوارق التدخل السريع وعدد من الحوامات حيث كان على رأس تلك التدريبات عناصر مؤهلة تأهيلاً عالياً من الضباط والأفراد المتخصصين في العمليات البحرية كالبحث والإنقاذ وفرق الضفادع البشرية